الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نختم الحديث أيها الأخوة عن نشأة التفسير وتطوره بتعريف موجز بأشهر كتب التفسير مر معنا بأنه ألفت كتب متعددة في عصور التدوين امتداء بالقرن الثالث وانتهاء بالقرن الماضي سنعرف ببعض الكتب المهمة التي يحتاجها طالب العلم ويحسن الرجوع إليها ومعرفة مناهجها وسيكون التعريف مختصرا من خلال هذا العرض السريع سنختار لكم أشهر الكتب التي تلقاها العلماء بالقبول فأولا يعني يعد من أشهر كتب التفسير بل هو أهم كتب التفسير عند الباحثين هو تفسير الطبري الإمام الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 أي في أوائل القرن الرابع توفي في أوائل القرن الرابع هذا التفسير يعتبر أهم التفسير وابن جرير هو شيخ المفسرين رحمه الله تعالى وهو العمدة لكل من جاء بعده حيث جمع فيه بعد أن قدم بمقدمة مهمة في بيان التفسير وأهميته وما يتعلق به يذكر في هذا التفسير الأقوال الواردة عن السلف في التفسير ثم يعلق على هذه الأقوال بما يقتضيه الحال مرجحاً لما يراه راجحاً ومبيناً لضعف الأقوال الضعيفة ويعلق على القراءات التي ثبتت في الآيات ويبين رأيه فيها ويذكر الإعراب الذي لا بد منه إلى غير ذلك من المسائل التي تضمنها هذا التفسير والغالب طريقته أنه يأخذ الآية هو جزء من الآية فيقول القول في تأويل قول الله تعالى ذكره كذا ثم يفسرها بمعنى من عنده ثم يبدأ في ذكر أقوال أهل التأويل فيقول وبمثل هذا قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ثم يذكر بأسانيده إلى أهل التأويل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضي الله عنهم ورحمهم ثم إذا كان هناك اختلاف يبين الاختلاف فيقول قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا ويروي كل قول عن قائله ثم يبين رأيه ويذكر القول الراجح في الغالب وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال ويذكر سبب الترجيح هذا الكتاب موسوعة تفسيرية مهمة جدا لا يستغني عنها باحث ويحتاج إليه كل طالب علم إذا أراد أن يبحث في التفسير لكن قد يكون فيه صعوبة على المبتدأ لأن أسلوبه عالي وطريقته فيها نوع من الصعوبة قليلا لكن يبدأ بالرجوع إليه ويتعود عليه شيئا فشيئا حتى يتعوده ويحسن الإفادة منه من الكتب المهمة أيضا في التفسير وهو كتاب على اسمه محرر وجيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي المتوفى سنة 542 من الهجرة في القرن السادس هذا الكتاب أيها الإخوة الكرام على اسمه من أفضل كتب التفسير وأكثرها تحريرا لأنه كما يقول مؤلفه مشروع عمر هذا المؤلف جعل هذا التفسير مشروع عمره فتفرغ له وألفه في سنوات طويلة وعاد النظر فيه والتحرير والبيان والإيجاز فهو من أهم كتب التفسير ويذكر أقوال الأئمة وينقدها ويناقشها ويجمع بين الأقوال وينبه على مسائل ولطائف ونكات يحتاج إليها طالب العلم ويرجح ما يراه راجحا وهذا كما قلت التفسير يأتي في المرحلة الثانية أو في المنزلة الثانية بعد تفسير بن جرير الطبري فلا يستغني عنه طالب العلم خاصة المتخصص في التفسير يأتي بعد ذلك من التفسير الجامع لأحكام القرآن وهذا سنخصص له حديثا عندما نتكلم إن شاء الله عن التفسير الفقهي طبعا هو للإمام القرطبي المتوفى سنة 671 أي في القرن السابع وسنبين بعض مزاياه إن شاء الله عند الحديث عن التفسير الفقهي البحر المحيط وهو من التفسير المهمة جدا والواسعة وهو على اسمه بحر محيط لأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة 745 من الهجرة في منتصف القرن الثامن وهذا الإمام ألف هذا التفسير الكبير وجعله بحرا اجتمل على كل ما يتعلق بالتفسير وركز على جانبين على وجه الخصوص وهما القراءات فيعتبر هذا الكتاب التفسير من المراجع في بيان القراءات ومعرفة القراءات الشاذة والمتواترة وكذلك اللغة فهو في اللغة إمام ومعروف أن أبي حيان الأندلسي من أئمة اللغة فركز على هذين الجانبين إضافة إلى الجوانب التفسير المعروفة التحليلية حيث يحلل الآيات ويفسرها ويبين أقوال السلف ويناقش ويرد وخاصة على الزمخشري فله مناقشات كثيرة وردود كثيرة وتعقبات كثيرة على الزمخشري صاحب الكشاف المعتزري المعروف وهذا التفسير اختصره مؤلفه في كتاب أسماه النهر الماد من البحر وأراد به التسهيل والاختصار من كتب التفسير كذلك تفسير القرآن العظيم وهذا يعد من أشهر كتب التفسير تفسير من كثير تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 من الهجرة وهو من تلاميث شيخ الإسلام بن تيمية وتأثر بمنهجه حيث كان على منهج أهل السنة والجماعة وهذا ما يميز هذا التفسير أنه تفسير سلفي لإمام محدث صاحب عقيدة سلفية صحيحة وهذا التفسير سليم من أكثر معشابة كتب التفسير من الانحرافات والأخطاء إضافة إلى أنه سلك الطريقة التي قررها شيخ الإسلام بن تيمية وذكر بأنها أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين ويذكر أقوالهم ويناقشها ويتعقب بعض الأقوال لمن سبقه وهو تفسير حقيقة جدير بالعناية ولذلك لقي شهرة واسعة فلا يستغني عنه طالب العلم وهو جدير بأن يقرأ يمكن أن يقرأ وهو مع ذلك كله كتاب سهل يمكن أن يقرأه طالب العلم ويفيد منه إفادة كبيرة من كتب التفسير كذلك هذا من التفسير المتأخرة التي ألفت في القرن الماضي وتوفي مؤلفه سنة 1393 من الهجرة في القرن الرابع عشر كتاب التحرير والتنوير هذا الكتاب لا ينقضي منه العجب ومن قرأ فيه ورجع إليه عرف أنه كتاب مليء بالعلم والفوائد والتقريرات واللطائف والتنبيهات والاستنباطات كتاب لا بد عندما تقرأ فيها تأخذ قلمك وتقيد الفوائد تلو الفوائد وسبحان من وفق ابن عاشور لتأليف هذا الكتاب في مثل القرن الماضي وفعلا صدق من قال كم ترك الأول للآخر فما كان يتصور أحد أن يأتي حقيقة في القرن الماضي من يؤلف مثل هذا التفسير تفسير التحرير والتنوير وإن كان طبعا لا يخلو من بعض الأخطاء في العقيدة وما يتعلق بها لأنه كان على مسلك أهل الكلام والأشاعر وغيرهم لكنه في التفسير يعتبر من أفضل كتب التفسير وأنا أعتبره في التفسير المتأخرة كابن جرير في التفسير المتقدمة ومن رجع إليه عرف أهميته وفوائده طبعا هو يرجع ويسلك مسلك التفسير التحليل التفصيلي يركز على جوانب اللغوية ومعاني الألفاظ ويناقش هدايات الآيات وما تدل عليه وما ترشد إليه وأساليب الآية وأنواع البلاغة فيها وبعضهم يعد من التفسير البلاغية إضافة إلى أنه يبدأ كل صورة بذكر أغراضها ومقاصدها وما اجتملت عليه مع التنبيه على بعض المسائل المتعلقة بها وقدم لهذا الكتاب بمقدمات عشر في غاية الأهمية يحتاجها طالب العلم من كذلك التفسير المهمة السهلة كتاب التفسير الميسر ألفه نخبة من العلماء المعاصرين والقصد من هذا التفسير هو أن يترجم التفسير للغات الأخرى كما مر معنا في الترجمة بأنه لا يمكن أن يترجم القرآن وإنما يترجم تفسير القرآن فلما أراد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أن يترجم معاني القرآن بحث عن كتاب في الترجمة تفسير مناسب فلم يجد فألفوا هذا التفسير ليكون تفسيرا ميسرا صالحا للترجمة لأجل أن يبنو الترجمة عليه وهو يصلح كتفسير إجمالي يبتدئ به طالب العلم لمعرفة تفسير القرآن هنا كتب أخرى من كتب التفسير الوجيز للواحدي هو من الكتب المختصرة السهلة لأن الواحدي ألف ثلاثة كتب في التفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للمبتدئين وألف الوسيط في تفسير الكتاب العزيز أيضا وهو في أربع مجلدات ثم ألف كتابه البسيط الموسع طبع فيما يقارب 22 أو 24 مجلد وهو من الكتب الواسعة هناك كتاب زاد المسير لابن الجوزي وهو كتاب جيد ومفيد لأنه يذكر الأقوال يذكر أقوال السلف فهو مفيد جدا في معرفة أقوال السلف باختصار وبدون أسانيد هناك كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جوزي وهو كتاب أيضا مختصر وسهل محاسن التأويل للقاسم وهو في القرن الرابع عشر وهو من الكتب الجيدة أيضا أضواء البيان للشنقيطي هذا التفسير مهم جدا لطلبة العلم خاصة لطلاب الشريعة والمهتمين بالفقه والأحكام وهو أصلا أضواء البيان في إضاحة القرآن بالقرآن لكنه يركز فيه على تفسير الآيات بالقرآن وعلى الآيات التي اجتملت على أحكام وهو من أفضل التفسير ومن أحسنها وقد توفي في العام الذي توفي فيه ابن عاشور حيث توفي الإمام محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله عام 1393 ومن التفسير أيضا في القرن الماضي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي وهو من أحسن التفسير الإجمالية والتفسير السالمة من الأخطاء المتعلقة بالعقيدة تفسير سلفي سهل مفيد نافع ينصح به لا يستغني عنه المنتهي ويحتاج إليه المبتدي ويفيد منه كل من قرأ فيه ومن التفسير كذلك المتعاصرة المتأخرة في القرن الخامس عشر تفسير الشيخ بن عثيمين حيث صدر له عدة مجلدات في التفسير وتفسيره يمتاز بجانب الاستنباط حيث تميز الشيخ بن عثيمين المتوفى سنة 1421 من الهجرة بالقدرة الفائقة على الاستنباط وأخذ المعاني والفوائد والأحكام من الآيات هناك التفسير الواضح الميسر للصابوني وهو تفسير سهل يصلح لطالب العلم المبتدع ويحبب القالق في التفسير لأنه واضح وميسر على اسمه هذا ما يتعلق بأشهر كتب التفسير ذكرناها باختصار تعريفا بها وبيانا لأهم مزاياها أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع